الاسعار ولعت وكل حاجة حوالينا زادت الضعف تقريبا وما بقاش المرتب يكفي وطبعا انت قاعد تحسبها وتقول يا ترى امتى اول الشهر ييجي علشان اقبض مرتبي الجديد خلاص يا سيدي مش هتحتاج تحسبها تاني وده لانك ممكن تقبض مرتبك مرتين من البنك الاهل القطري خليك معانا فيه الفيديو ده واحنا نقولك تعمل كده ازاي ونقولك كمان كل التفاصيل المرتب بيخلص بسرعة وده بيخليك تتزنق وتدور على صلفة من اي مكان خلاص الحل من البنك الاهل القطري وده لانه اعلن عن خدمة جديدة هتجنيك عن سؤال اللقيم زي ما بيقوله في الامثال وده لان البنك الاهل القطري بيوفر امكانية صرف الراتب مقدما بأسرع واسهل الاجراءات طيب ازاي الكلام ده؟ يعني انا ممكن اصرف مرتبي قبل ما ينزل في الشركة بتاعتي؟ ايوة يا سيدي ممكن جدا بس بشرط ان المرتبك ده ما يقلش عن 1500 جنيه والخدمة دي بتوفر لك ميزة انك تقدر تسحب مرتبك قبل ما ينزل في معاده وده لان البنك الاهل القطري بيضيف 50% من قيمة المرتب في حسابك وتقدر تسحبها قبل ما المرتب الجديد ينزل كمان والبنك الاهل القطري بيسهلها عليك وده لانه بيسدد المبلغ الخاص بالخدمة وبيتسحب كمان بمجرد ما مرتب الشهر اللي بعده بينزل في الحساب الجاري بتاعك ومثلا لو مرتبك 2000 جنيه هتلاقي بعد ما تسحبه 1600 جنيه موجودين وتقدر تسحبهم سلف وترجعهم تاني والفوادع لهم بتكون يومية وبسيطة يعني مش محتاج تعمل مشاوير ولا اداع ولا اي حاجة هو هيتسحب مباشرة وده لان البنك الاهل القطري بيحاول يسهل كل الخدمات اللي بيقدمها للعملة انت كمان هتقدر تسحب من رصيدك مباشرة من شبكة مكانات الصراف الآلي الخاصة بالبنك او من اقرب فرع بنك خلي بالك الخدمة دي بتكون بالجنيه المصري بس والبنك بيديلك مدة للحد الايتماني سنة وتقدر تجددها كل سنة ولو بتسأل عن شروط خدمة البنك الاهل القطري فالخدمة دي معمولة مخصوص من البنك للعملة علشان يقدروا يحولوا فلوسهم على البنك وخلي بالك الخدمة دي متاحة للعملة المصريين والاجانب المقومين داخل مصر بشرط انه ما يقلش سن المتقدم للحصول على الخدمة دي 21 سنة ولازم كمان ما يزيدش سن المتقدم عن 60 سنة عند انتهاءها ولو انت مش عارف فالبنك الاهل القطري بيقدم الخدمة دي للعملة ضمن حزمة من الخدمات اللي بيقدمها بشكل خاص للمصريين وده علشان يسهل الاعباء عليهم خاصة بقى في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها المصريين خاصة برضو بعد ارتفاع اسعار الدولار وتراجع الجنيه وزيادة معدلات التضخم واللي زودت من خسائر اصحاب الاعمال والموظفين اللي تضرروا في كافة القطعات وطبعا مش الاهل القطري بس اللي بيقدم الخدمة دي ده في عدد كبير جدا من البنوك العاملة بالسوق المصري بتقدم ميزة صرف الراتب بشكل مقدم وده هيخليك مش لازم تستنى لآخر الشهر علشان تقبض منها على سبيل المثال البنك تجاري الدولي CIB وكمان كريدي اجر قولو البنك العربي الافريقي وكمان بتشترط البنوك دي للحصول على الخدمة دي عدد من الشروط منها مثلا تحويل المرتب على البنك اللي هتختاره وبيكون الحد الايتماني للعمل مختلف ما بين 50% لـ 90% من قيمة الراتب الشهري دلوقتي بقى قول لنا بصراحة لو انت من الناس اللي ممكن تتزنق قبل آخر الشهر هل هتفضل ان انت تستخدم الخدمة دي من البنوك ولا لا؟ شكرا